ماشاء الله ماشاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صلي وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن واله ما بعد فهذا المجلس الثاني والعشرون بعد المئة في تدارس ومذكرة أحاديث ريال الصالحين وقد بلغنا باب حق آل بيت النبي آخر حديث فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال الإمام النوي رحمه الله تعالى وعان ابن عمر رضي الله عنه معان أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته رواه البخاري معنى أرقبوا راعوه واحترموه وأكرموه والله أعلم هذا حديث عبد الله بن عمر يرويه عن أبي بكر رضي الله عن الجميع موقوفا عليه أنه قال أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته وهذا يفسر قول الله جل وعلا قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة وهو أن يراعى حق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لأن حقهم من حق رسول الله وتوقيرهم وإجلالهم من توقير وإجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبهذا نالوا هذه المكانة ونالوا هذه المنزلة وآلوا بيته عليه الصلاة والسلام لهم هذه الميزة الزائدة والرتبة الزائدة عامة المسلمين فإذا انضاف إلى ذلك أنهم أهل صلاح صار الميزة ميزة الصلاح وانتسابهم لهذا البيت الشريف فإذا كانوا من أهل العلم صارت ميزة ثالثة فإن كانوا من أهل الإمارة فهذه ميزة الرابعة مبدأها انتسابهم إلى هذا البيت النبوي الشريف بغير غلو كما سبق وبغير تفريط وإنقاص لهم عن منازلهم وها هنا مسألة أحب أن ألفت الانتباه الشريف إليها فليس كل من نسب نفسه إلى آل البيت أنه منهم لا بد من تحقق ذلك علما بواقع الحال واتصالا به فإن كان مجرد دعوة فلو يعطى الناس بمحضي دعواهم لطلبوا رجاء أموال الناس ودماءهم ولكن هذا الأمر مبناه على التثبت وثم تقاعدة عند أهل النسب وهي قولهم إن الناس مأمونون على أنسابهم ليسوا في أفرادهم لكن في مجموعهم آل فلان إذا اشتهر اشتهارا بغير معارضة قوية أنهم من بني فلان فهذه كافية أخذا وطردا لهذه القاعدة إنهم مأمون على أنسابهم لا ما يتوارده الجهال فينسبون أنفسهم ويتوارد على ذلك أهل طبقة أو أهل جيل من غير علم فهذا دعوة هذه تسمى دعوة وقد حصل في الأزمان المتأخرة التفريق بين الأشراف وبين السادة ولا دليل على ذلك لا دليل عليه في التفريق وإن كان ثمة أصل في التفريق في الإسم فإن المشهورة أن السادة هم من كانوا من نسل الحسن والحسين ابن علي وفاطمة رضي الله عنهم استئناساً بقوله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وفي قوله في الحسن خصوصاً إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وألمها عليه الصلاة والسلام إلى معنى بل وإلى فحوى هذه السيادة بما بإصلاحه بين فئتين عظيمتين من المسلمين وإلا ليست هي مجرد منزلة فإن السيد يسود الناس بفعله وبخلقه وبعقله وبدينه وكلها اجتمعت لمقام نبينا صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وزاد الأمر وتأكد وترسخ بعد بعثته عليه الصلاة والسلام في الأزمان المتأخرة السيادة مناطها لمحظ النسب أو للمال أو للفتك بالناس قتلاً أو قطعاً لطريقهم والله جدي اكسبوا القوم وخذوهم واذبحوهم يعدها الجهال وأضرابهم مدعاة للفخر ما هي فخر ذي وإنما هذه عقوبتها في المحكمة الإلهية يوم القيامة بمحلة رقاب الناس ودماؤهم وأموالهم بمحلة حتى بستنذخ جدام الناس أبوي جدي سووا وفعلوا هذا نقص وهي علامة على تحكم واستحكام الجهالة ولا يجدي ذلك على أهله شيئاً وفي قول أبي بك رضي الله عنه أرقبوا محمداً في آل بيته أي أدوا لهم حقوقهم التي إنما كانت بانتسابهم لهذا البيت الشريف وأعيد ما بدأنا به فإن آل بيته يشمل أولاً نساؤه أمهات المؤمنين وضابطهن من مات النبي صلى الله عليه وسلم عنهن أو متن في ذمته ثانياً أولاده وبناته ثالثاً أبناء عمومته من المسلمين فقط عمومته وأبناؤهم من المسلمين رابعاً مواليهم فإنهم تابعون لهذا البيت وقد حاول أهل البدع أن يجعل أبا طالب وأبا الرسول وأمه من المؤمنين لمعاني لا تخفى عند ذوي الألباب وأبو طالب مع ما فعل في حماية النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم ولم يؤمن وهو الذي عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق وعرف أن دينه حق لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه قبل أن يموت فهرع إليه مسرعاً يا عمه قل كلمة أحاج لك بها عند الله قل لا إله إلا الله ولكن ربي جل وعلا أعلم وحكمه أنفذ قيض له جلس أسوء وقرن أسوء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وغيرهما فحسفوه وندموه يا أبا طالب أترغب عن دين عبد المطلب فكان آخر ما قال لا هو على دين عبد المطلب وعد العلماء كفر أبي طالب بكفر الإباء والاستكبار أحد أنواع الكفر الخمسة فإن الكفر تدور أنواعه على خمسة أنواع كفر الإباء والاستكبار وكفر النفاق يا كثرهم الله لا يتسثرهم وكفر الشك والريبة وكفر الإعراض كما في ابن عبد ياليل الثقفي لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعوته قال يا ابن أخي إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أجيبك من أن أجيبك وإن كنت كاذبا فلا تستحق من يلتفت إليك ثم أعطى النبي ظهره وولى وفيه وفي أمثاله قول الله جل وعلا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون الكفر الخامس كفر الجحود وهو مرتبة أعظم وأشد من التكذيب هذه أصول وأنواع الكفر ومنها كفر أبي طالب مع أن أبا طالب من سمع شعره وجد فيه تصديقه بالنبي عليه الصلاة والسلام ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة هذا العذر الأول أو حذار مسبة هذا الثاني لوجدتني سمحا بذاك مبينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك من عيون ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا اللهم صلي وسلم عليه لكن ما نفعه ما نفعه ما قاله في شعره مدام أنه لم يزبره بقول لا إله إلا الله ويصرح فيه بالإيمان وهكذا الشعراء أكثر ما عندهم الهياط والحسي اللي أكبر منهم وقلة منهم من هم على الجادة وفي قول الله جل وعلا في آخر سورة الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون في المدح وفي الذم في الهجاء والقذع في الفخر والإزدراء وأنهم يقولون ما لا يفعلون فعل قلبي وفعل جوارح إلا الذين آمنوا هذا الأول وعملوا الصالحات هذا الثاني وذكروا الله كثيرا هذا الثالث وانتصروا من بعد ما ظلموا هذا الرابع ولهذا قال جل وعلا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبي ينقلبون مات أبو طالب فبكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووعد أنه يستغفر له ما لم ينهى عنه ونهاه ربي عنه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء جاءه علي قال يا رسول الله هلك الشيخ من الشيخ؟ أبوه فهو شيخ مكة وهو سيد الوادي هلك الشيخ فما أصنع به؟ قال يا علي اذهب فوارهي يعني إيش؟ ادفنه ما قال خنغسله وانكفنه ما قال خنجمع المسلمين يصلي عليه اذهب فواره ويأتي من يتحذلق بأن أبا طالب مؤمن علشان أنه أبو لعلي ما يأتي دين الله ووحيه وعلمه بمحظ الهوى ومحظ العاطفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما أبدين دائمين إلى يوم الدين نعم قال الإمام النوي باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم قال الله باب توقير العلماء نعم والكبار والكبار الكبار يشمل كبار السن وكبار القدر وأولي الفضل أي من لهم على الناس فضل فضل بإنفاق وليد العليا خير من يد السفلة فضل بولاية ويقدمون لها فضل بمكارم أخلاق وتوقيرهم وإنزالهم منازلهم نعم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب هذه الآية في أواخل سورة الزمر يقول الله جل وعلا قل هل يستوي أن يتماثل ويتساوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون الجواب في هذا الاستفهام التقريري لا يستون رفع الله الذين يعلمون على الذين لا يعلمون وهذا وهذا من العدل أن لا يساوى بين المختلفات كما أن من الجوري التسوية بين المتفرقات أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار هذا ما يستوي لا في البداهة ولا في الشرع قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وليس الذين يعلمون عندهم معلومات وشهادات ويشار إليهم بالبنان ويرأسهم العوام وحط المسواك بمخباتك مجالس العلم هي تسوك يا ولدي تمام هل يستوي هؤلاء وأولئك لا يستون لا يستون لا طبعا ولا عقلا ولا شرع وكما قلت لكم أهل العلم الذي يعلمون ليس مناط ذلك بأن يرأسهم الجهال فإن آخر الزمان تنقلب المفاهيم بل وتضطرب الموازين فيقدم لكع باللكع اللي ما يسوى الشيء التافة الحقير ويستفت الرويبضة اللي ما هنا شيء لماذا لأن العلماء منهم من رحل ومنهم من حيد ليتخذ هؤلاء الجهال لمآرب مختلفة ومشارب مضطربة في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ولكن يقبض العلماء بقبض العلماء فإذا ذهب العلماء ذهبهم إما بالموت وإما بتحييدهم عن محل التأثير فإن العلماء يقفون حجر عثرة أمام ذوي المخططات والمآرب والمقاصد الرديئة الخبيثة فيحيدون إن استطاعوا تصفيتهم بقتلهم لم يذخروا وإن لم يستطيعوا رجعوا لهم بالمذمة أي هذا العلماء حيض النفاس هذا لما يفقهون الواقع ولا المجريات السياسية ولا الأحوال العالمية ليه ليقدموا بدالهم من يدير الدفة ويرأسوهم أو يتهمونهم وهذه مرحلة ثالثة هذا العلماء الصلاطين علماء كراسي همهم الراتب أي تسدد فواتيرهم همها البروة والبشت والسيارة كما تسمعونه نسمعها شين شينة نعرفها من أخزم والمرحلة الرابعة وكل المراحل التي وقعت يا أخوان كلها سمعناها هذا العلماء البيت الأبيض والبيت الأحمر هؤلاء هيئة كبار العملاء شوفوا أنواع الإزدراء ومراحل الإزدراء التي نتيجتها وثامرتها تحييد هؤلاء عن أن يكون مرشد الناس ومعلميهم ومفتيهم اتخذ الناس رؤوسا جهالا متصار الرؤوس لما رأسوهم وقدموهم وهم في الميزان الشرعي جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا في أنفسهم وأظلوا غيرهم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ثم قال جل وعلا خاتما لها إنما يتذكر أي يعتبر ويتدبر ويستبصر أولو الألباب من ميزهم الله عن البهائم بالعقل الذي رتبة زائدة لهؤلاء عن عموم البهائم وأستحضر في هذا نظما للإمام الشافع رحمه الله يقول إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة هذا واحد من هم ذولا العلماء وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة هذا الحاكم العادل الذي يحكم الناس ويسوسهم بدين الله الثالث وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة الرابع وموت العابد القوام ليلا يناجي يناجي ربه في كل ظلمة ترى ذول يرحمنا الله بهم يا أخواني أهل الليل وأهل الإخبات يرحم الله بهم عباده إلا إذا استحكم الخبث كم ذول الحين أربع من هم العالم والحاكم العدل والفارس والفارس المجاهد في سبيل الله والعابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة وموت فتا هذا الخامس كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة قال رحمه الله فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كن عالما أو متعلما ولا تكون الثالثة فتهلك أي المعرض والدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما واله فأفادت الآية في الاستفهام التقرير أنه لا يستوي هؤلاء وأولئك فإذا كانوا لا يستوون لا يجوز أن نسوي بين المختلفات ولا أن نفرق بين المتماثلات ففيه إنزال أهل العلم منازلهم وفضلهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء طيب من يحاسبهم لا يليق أن يحاسب العلماء العوام يحاسبهم العلماء والله جل وعلا أدرى بهم وأعلم بنياتهم ولهذا أول ثلاثة تسعر بهم النار ويلجونها من المكلفين عالم تعلم العلماء ليقال عالم ولم يعمل به لله وفارس جاهد ليمدح أو الله هذا في الرئيس أو الله الشجاع الضرغام ومنفق وباذل أنفق ليقال كريم ومنفق وفيه قوذ الأول وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عبادي الوثن استجيروا بالله نعم وعن بمسعود عقبة بن عمر البدري الأنصار يضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يأمن الرجل سنا بالنون ولا باللام سلما لا بالنون سنا يصير أكبرهم نعم فأقدمهم سنا ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقد في بيته على تكرمته إلا بإذنه رواه مسلم وفي رواية له فأقدمهم سلما بدل سنا أي إسلاما وفي رواية يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به وتكرمته بفتح التاء وكسل الراء وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما هذا حديث أبي عمر عقبة هذا حديث أبي مسعود عقبة بن عمر الأنصاري البدري يميزونه بالبدري لسابقته وهو يميز يميز بأبي مسعود عن ابن مسعود وهذا الحديث سبحان الله العظيم رواه الإثنان رواه أبو مسعود البدري الأنصاري ورواه ابن مسعود عبد الله بن مسعود وكذا الحديثين بهذا اللفظ أخرجهما الإمام مسلم في صحيحة يقول صلى الله عليه وسلم يأم القوم والإمام المراد بها إمامة الصلاة وَلَا يَأُمُّهُمْ كُنَّا لَنَتَجَاوَزِ الْعَشْرِ آيَاتِ حَتَّى نَحْفَظَهَا ونخبرها ونعرف ما فيها من العلم والعمل يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء يعني متقاربون أما التساوي من كل وجه ما يتأتى فأعلمهم بالسنة والسنة هنا بمعنى الشريعة السنة تأتي لها عدة إطلاقات ففي باب الأصول السنة المصدر الثامن من مصادر التشريع وفي باب الأحكام السنة المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والسنة عند أهل الحديث هو كل ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي والسنة عند علماء العقيدة هي مقابل البدعة فتشمل العقيدة والشريعة في مقابل قسيمها وهي البدعة والمراد بها هنا هذا الثالث الشريعة أعلمهم بالسنة أي بالذي بعث الله به رسوله من العلم والدين فإن كانوا سواء أي متقاربون فأقدمهم هجرة وهذا فيه فضل المتقدمين من المهاجرين على من تأخر وهو مشمول قول الله جل وعلا في أواخر براءة والسابقون الأولون من أين من المهاجرين والأنصار إذا مدح الله السابقين على اللاحقين وهذا من أدلة ما سبق في تقسيم الصحابة في منازلهم إلى كم قسم تذكرون هيا بان مي ها هيا الخليف قسمنا الصحابة في منازلهم إلى تسعة تقسام تذكرونهم هيا الحماد ها من يذكرهم نسي آدم فنسيت ذريته ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما تذكرتها ترى ما أبي تقسيط أنا رجانا أشري بالجملة وبيع بالجملة إن كان تقسيط من الحين ريحنا ورتح أبي تسعة كلهم اي نعم ابدأ أول هم المهاجرين هذا أول خمع ها نعم ها ها تذكر يا خالد يقولون ساد أنا معلمك مجلة مدام أن العلم يروح من أمعلمكم تذكر يا مجذوب نشد بك الظهر ونقول هذا حذامي وأصدقه ها 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 أجزاء أنا ما أشري بالتقسيط أنا ما أضيع الناس إلى التقسيط الثالث أقدمهم هجرة فدل على أن من تقدمت هجرته فهو أفضل ممن تأخرت هجرته الرابع أقدمهم سنة في الرواية الأخرى سلما أي أن من سبق في الإسلام فهو أقدم وبالتالي حتى السن فأبوك أقدم منك سلما أسلم قبلك وعبد الله قبلك ومن هو أكبر منك بسنة عبد الله قبلك هذه في الثلاثة الذين يستحقون أن يقدموا للإمامة والإمامة فضل لمه فضل هو فضل إذن هذا في دليل مفهومه التقديم وبيان الرتبة ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إماما وذكر شيخ الإسلام أنه مع كثرة ما ورد في الأحاديث في فضل المؤذنين لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إماما لقلنا إن المؤذن أفضل من الإمامة شوفوا الفقر منه رحمه الله مع كثرة ما ورد في الأحاديث في فضل المؤذنين وشأن الأذان لو لم يكن النبي إماما لقلنا إن الأذان أفضل من الإمامة اللهم صلي وسلم عليه فأفاد الحديث تقديم أولي العلم الذين هذه صفاته أهل القرآن وأهل السنة وأقدم هجرة وأكبر سنة طيب وهذا قاعدة أغلبية تنخرم هذه القاعدة في من يعينه ولي الأمر وهو الذي يسمى بالإمامي الراتب فإذا عين إماما راتبا تولى الإمام ولو كان وراءه من هو أفضل منه في القرآن والسنة والإجرة وكذلك في كونها أغلبية ما استلحظه ما الشيخة الأنصار والمهاجرين من أهل بدر لما أنجمع عمر معهم من عبد الله بن عباس قالوا يا أمير المؤمنين لنا أبناء أكبر منه وفي مثل سنة وتجمعه معنا فقال إنما فعلت ذلك لأمر تدركونه فسأله يوما سألهم عن معنى قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح فأجابوا جوابا لم يحقق الأمر قال ما تقول فيه ابن عباس قال هذا إعلان من الله نبيه لقرب أجله قال ما أعلم منها إلا ما يعلم هذا الصبي فعرفوا أنه قدمه معهم لماذا لعلمه لكن لما كان الأغلب كبير السن معه العقل والعلم كان هذا الوصف أغلبي وليأتي من صغير السن من يفوق الكبار فأفاد الحديث على تقديم أهل العلم على غيرهم ومثله حديث عبد الله بن مسعود الآتي وفيه زيادة نعم وليأمنا الرجل الرجل قال وليأمنا الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه لا يجوز أن تأم أحد في مزرعته في استراحته في ولايته إن كان ذا ولاية إلا بإذنه أدركتهم بالأمارة في مراجعة ولا جاين تعظ وذكرتهم وصلوا جميع ما تصلي إماما حتى يأذن صاحب الإمارة وصاحب المحافظة ولا يجلسن على تكريمته المكان اللي يختص به كرسيه سريره كنبه مركاه إلا بإذنه لأن في هذا تعدي على نوع سلطانه ونوع استحقاقه دين يراعي هذه الأمور ويراعي هذه المشاعر ما هو دين عظيم يا أخواني والله دين عظيم لأنه من ربنا ليس منا لو كان منا لوجدنا فيه اختلافا كثيرا نعم وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ليلينيه بتخفيف النون وليس قبلها يا شوف ليليني ليس قبلها يا وهي رواية أخرى ليليني قبل النون يا والنون مشددة إذن فيها روايتان ليليني منكم أن يكون ورائي مباشرة نعم ورؤي بتشديد النون معي قبلها والنهى العقول وأولو الأحلام هم البالغون وقيل أهل الحلم والفضل وعن عبد الله بن محمد نعم في هذا الحديث زيادة في فضل أهل العلمي وأهل الفضل على غيرهم في قوله في قول أبي مسعود عقبه بن عم رضي الله عنه كان النبي السلام يمسح أكتافنا يعني يسوي الصفوف ويمسح بأكتافهم لتتساوى فلا يتقدم منكب على منكب ولا صدر على صدر يمسح أكتافهم يسوي بهم الصفوف وكان يشتغل بهذا صلى الله عليه وسلم حتى عقلوا ذلك عنه فصاروا يقومون ويصطفون كما يأمرهم ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذا هو الشاهد لا تختله فتختلف قلوبك دل على أن الاختلاف في الظاهر يفضل اختلاف القلب ولهذا عنيت الشريعة أيما عناية به مظهر الاجتماع والائتلاف لألا يسدى منه إلى الاختلاف والافتراق ثم قال وهذا الشاهد ليلني منكم في رواية ليليني منكم أذو الأحلام والنهاء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أذو الأحلام أي العقل ولا يزين العقل إلا بالعلم والعقل والحكم من الناس درسوا في مدرسة أي مدرسة هي مدرسة الحياة فالعاقل منهم من أخذ منها دروسا فتكمل بها عقله وحلمه زاد أهل الإيمان مدرسة أخرى وهي مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم التي من تعلم فيها رقى في المراق العلاء حتى وجد من خريجيها أفضل أتباع الأنبياء قاطبة الصديق رضي الله عنه ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان أفضل الناس قاطبة ماذا الدليل حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري قال ابن عمر رضي الله عنه ما كنا نقول والنبي يسسى سلم حي بين أظهرنا يسمع كلامنا ويقرنا لا ينكر علينا أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان من الناس مطلق الناس إنما خرج من هؤلاء المطلق الأنبياء فليس أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عموم الصديقين أفضل من الأنبياء هذا الخريج أي مدرسة مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا من قال إن الصحابة ارتدوا بعد نبينا إلا بقعة نفر عاد بالملامة والانتقات والعيب على من على مدرسهم ومعلمهم في الدنيا إذا المدرسة ما نجح منها أحد وش يرجع في الملامة عليه على هيئتها التعليمية أنها فاشلة إذا مقتضى هذه البدعة الكفرية أن الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام العود بالملامة والمسبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل على الله جل وعلا لأن الله اختار هؤلاء لنبيه فهم نقلة الشريعة القرآن والحديث من جانا من طريقهم فإذا أسقطت هذا الواسطة وأنهم كفروا هل يثقوا بدين الله وبكتابه في سنة النبي خلاص أولو الأحلام لأن منكم أولو الأحلام والنهاء الحلم العقل وأعظم العقل ما جاء من العلم وأولو الأحلام البالغون لأن الذي بلغ الحلم صار مكلفا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه الجماعة من الجماعة أنت أي نعم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وبماجة والترمذي والخلايفي ما هم معهم وبانمي ما هم معهم بعد بس ستهم في سابع وأحمد الجماعة هم السبعة هؤلاء السبعة تفقوا على هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم محتلم أي البالغ هنا قال يليني منكم الأحلام والنهاء النهاء العقل والعلم لأن جمارة العقل وزينته بالعلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذا ما يسمى في عرف العوامي اليوم بالروضة روضة المسجد من يلل الإمام أولو الأحلام والنهاء استجابة لأمر النبي أولا وفيه تقديمهم على أولي الجهل وضعف العقل وضعف العلم وثانيا لأنه إذا ناب الإمام شيء في صلاته من يسده هؤلاء أولو الأحلام والنهاء ففيه تقديم أهل العلم وأهل الفضل على غيرهم وهذه مسألة يا أخواني ودي أنكم تنتبهون لها في آثارها فإذا وجد خلف الإمام مباشرة من الصغار الأطفال وإن سبقوا فلهم فضل السبق لكن خلف الإمام برجلين ثلاثة يتولاها أولو الأحلام والنهاء من أهل العلم حتى إذا ناب الإمام شيء في صلاته سده هؤلاء ما لم يسده الصغار أو قريل العلم لا أنه يبعد الصغار عن الصف الأول كما نراه من بعض العوام ترى ذا ظلم لهم ظلم للصغار تبعده عن الصف الأول وقد سبق إليه وتوانيت أنت وأنتم من جرب ذلك في صغره منكم أبعد عن الصف الأول معا تقدمه إليه إلى الآن باقي في خاطره ما نساها وده لا يا أخواني ليه؟ لأنه ظلم نعم الروضة لخلف الإمام مباشرة يكون فيها أولو الأحلام وأنه لهذا الحديث الذي قدم النبي وسسلم منهم أهل للتقديم وفضل منهم أهل للتقديم طولنا وذا نخطر حديث من مسعود نخطر توكل على الله وعن عبد الله وإذا راح مجذوب خالده نائبه يحدوبنا ما نقول لهم لا أي نعم وعن عبد الله بلمسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق رواه مسلم نعم طابق حديث بن مسعود حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنهما وفيه أنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاثا ليني منكم ليليني منكم أو ليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم قال وإياكم وهيشات الأسواق ما هيشات الأسواق ما يقع من العوام والعوام في الغالب هوام يتهاوى شون حتى في الصف الأول وبه يتميز العالم العاقل من العامي ضعيف العاقل يغدر الصف الأول والمسجد كأنه في سوق ارتفاع أصوات ومزح وسب وربما تطاول الأمر إلى إلى خصومات وضر إياكم وهيشات الأسواق وهذا ما يميز بيوت الله عن غيرها فيها سكينة فيها تنزل رحمة تغشاهم الرحمة أي تعمهم بخلاف الأسواق التي شأنها وشعارها ارتفاع الأصوات حتى إذا لم يكن فيها أصوات تلفت الواحد وين الناس فصار في السوق له شعار وبيوت الله لها الشعار إن ارتفعت الأصوات في المساجد فبماذا ترتفع بالقرآن وبالذكر وبالدرس ما ترتفع بالقيل والقال واللجاجة حتى تغدو المساجد في الكبار كهذا المسجد موضع لللجاج ارتفاع الأصوات فلا تفرق بين جلوسهم في مسجد وجلوسهم في ناصية طريق وقارع الطريق ولا في سوق وهذا إثم إياكم يعني أحذركم وهذا نهي وهيشات الأسواق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل وسلم عليهم ما غفل عنهم الغافلون الأشرار وصل وسلم عليهم ما تعاقب الليل فأدبره النهار صلاة وسلاما دائمين أبدين إلى يوم القرار والحمد لله رب العالمين نعم سم الروضة في المسجد هذا مصطلح مصطلح مأخوذ من أساس الشرع وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما بين من بري وإيش وقبري صح لا مو صح ما بين من بري وبيتي لأنه درج واشتهر عند الناس ما بين بيتي وقبري بل كان فيها لوحة من آثار العثمانيين ولما نبه جههم الله خير وخروها ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة أطلق على ما هو خلف الإيمام روضة لإجتماع أهل العلم فيها وسابقتهم إليها يسأل أخونا يقول في الروضة أو ما يليها من الصفوف صف الأول في أطرافه هناك من يحجز لنفسه أو لغيره بعض الأغلب آخر كلام يعني آخر كلام بعض الأغلب غدها بعض يا رجال من يحجز لنفسه أو لغيره مكانا في يوم الجمعات هذه المسألة متعلقة بحجز الأماكن لا تختصوا بخلف الإيمام في الروضة ولا بالصف الأول بل في سائر المسجد وهي على نوعين النوع الأول أن يقدم يتقدم صاحب هذا الموضع إلى الصف الأول إلى خلف الإيمام لكن يعتريه ما يعتري الكبار من الضعف ولا حاجته إلى دورة المياه ولا يهون إخواننا أهل السكر فهذا إذا قام فهو أولى بمكانه وأذكر عندنا في بلدنا عنيزة كانت الساعة السابعة مالك متانف الصف الأول أنا أمكنت هذا يا أخوان لا من جهة عوامل طلاب علم يبادرون منهم من يحتاج إلى أن يتمدد فيضع سجادته يرجع إلى آخر المسجد يتمدد لأن بينه بين الصلاة خمس ساعة هو أولى به ما لم يخرج من المسجد أو خرج من المسجد لقضاء حاجته فهو أولى بمكانه الحالة الثانية لا يحجزه ثم يروح يفطر عند عياله واللي يروح تقهوة واللي يروح ينام أو يوصي أحد يحجزه له بمقابل كما في الحرم أو بغير مقابل من باب الفزعات على شان فلان يمدح يمسك لي ويمسك لك أو يمسك لي ويقطع لك فهذا حرام وظلم لأنه تعدى على حقي المتقدمين الذي تقدموا للصف الأول وضح التفريق بينهما فمن هذا امنعني من أغلب ومن بعض والله أعلم نعم أقسم الصحابة اللي حنا مع الأخوان تو هذا ما شاء الله اللي تعدى هذا حتى يحتال علينا لكن أبشرك أني فطنت لها ما أنا معلمكم هيا نعم عشان تجودون العلم وسبق أن كررناها مرتين ما هذه ما أنتم معي ولا أنتم معي ذكرناها مرتين وانبغيت أحلف عليكم أحلف بالله والنبار إن شاء الله لذاكرها لكن أنتم إن شاء الله مسحات ما أكلت اليوم نسيته باتر ها لقيتها تقريب أسمع منه نكملها أيته إن أنقص وحدة منها رديت عليه بيعة لا تهزل لجنبك ولا ليسارك الخلفاء رضي الله عنه نعم بقية العشرة نعم ثم أهل فجر نعم أصحاب البيعة الأولى والثاني نعم خرج من الخط السريع وراح مع الخط الزراعي الردمية جدامك الردمية جدامك تتغرز الحين من أسلم قبل البتر طيب لما من أسلم بعد البتر زين عز الله لي غرز حين يبيلك واير وسلاسل بعد ما هو واير عادي أنت تسألنا الحين أنت مثل أبو صالح حيات علي تحتلون علي مننا ومننا كما أسألنا ثلاثة أين عنده سؤال تفضل ما لم أعطيكم أبخلي هذه المعلومة المعلومة ذي إذا ما جاءت بصعوبة ما ثبتت أبحرحركم فيها حتى تجودون العلم إن شاء الله ما بهم نعم الأشراف كل من انتسب إلى البيت الشريف فيكون السادة جهة خصوصية فيهم لهذا المعنى وإن لهم كلهم لهم الحق في الفضل في انتسابهم إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام سم أي هل لليمين يمين الصف الأول ميز على اليسار هل ليمين الصف الأول ميز على اليسار منهم من قال ذلك أخذا بحديث إن الله وملائكته ليصلون على ميامين الصفوف أو ميامن الصفوف وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف فإن اللفظ الصحيح إن الله ورسوله إن الله وملائكته ليصلون على أصحاب الصفوف الأول فيمين الصف ويساره سوى هو سوى الفضل للصف الأول الفضل لمن للصف الأول يمينه ويساره سوى أفضل ما في الصف الأول من يلي الإمام ولا يلزم يليه بالسنتيمتر لا يليه من يمينه شوي من يسار كله من يلي الإمام لأنه إذا ناب الإمام شيء في قراءته في صلاته نبهه هؤلاء لكن لي طرف الصف من يمين ولا من طرفه من يسار ما يعني ما يستدركه بذلك كم لخذنا من سؤال يا حمد أي ما شاء الله الله ما شاء الله عليك صوت لهس لا 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 ما أطيعكم أصبر ما بعد سمحنا أنت حين الرابع إلى الخامس وعلى كلام شيخنا الرابع وعلى كلامك أنت سلمك الله وعلى كلام الخامس لأنه دخل قبل داخل نعطيها السؤال أنا عندي سألنا أعطيناكم خمس تسئلة هو السادس يستاهل ولا ولا قادر عندي الرابع يا أبو أحب راحي ما أنك تهوش أنت عندك شيخنا أنه السدنا هي الشريعة أي إنما الشيخ عبد عبد عزيز بن بباس قدم الألباني قال أنت أعلم منا بالضبط أي فما هو رأيكم شيخنا رأيي أني ما لي شيء ولا قيمة عند الشيخ بن باس وش أنا عنده ما أنا إلا من أصغر طلابه هذا شيخنا وهذا عالمنا ما نحن إلا من آثاره رحمه الله ما فالسنة يراد بها الشريعة وجمارة الشريعة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فإذا فهمنا هذا لا فرق بين هذا وهذا ولهذا قال الفقه في باب الإمامة يأم الناس الأقرأ العالم فقه صلاته ما هو بس قارئ قارئ عالم فقه الصلاة وهذا مجموع علمه بالقرآن قراءة وبالسنة وضحت سلامك الله فصار ما فيه ما فيه خلاه نعم السنة يراد بها الشريعة وجمارة الشريعة في هذا الوحي فإنه ما يأتي بعدها تفهم وتفقه لهذا الوحي كتابا وسنة والله أعلم وصل الله وسلم نبينا ومحمد وعلى آله واصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر